نظمت الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية فعليات منتدى حوار الثقافات مؤتمر معا نحو المستقبل المشاركة والعمل المنتدى يهدف لإثراء الحوار وبناء الثقافة تدعم المشاركة الإيجابية لبناء مصر في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية وما تتطلبه المرحلة الحالية من تكاتف وطني ومشاركة مجتمعية إيجابية داعمة لأبناء المستقبل تحت عنوان معا نحو مستقبل المشاركة والعمل عقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجلية لقاءا بحضور نغبة من القيادات الدينية والأكاديمية وممثل المجتمع المدني وذلك بهدف تناول أهمية مشاركة المواطنة الإيجابية والتي تعد أساسا لبناء مجتمع قوي ومستدام الرسالة التي أقدمها الحضور أن المجتمع المصري متكاتف بيرغب في اللحظة الرهينة العبور إلى المستقبل الرسالة الثانية أن العبور للمستقبل يتطلب مشاركة والمشاركة مرتبطة بالمواطنة والمواطنة مرتبطة بحزمة الحقوق كلها مش بالسياسية فقط بالاجتماعية والاقتصادية وغيره من الحقوق الرسالة التي أقدمها أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود كلها اللقاء نقش في عدد من الجلسات الجهود المبذولة لدعم مفهوم المواطنة وأهمية الوعي المجتمعي لدى المواطنين بما يعزز التكاتف والتعاون ويبرز قيمة الحوار والثقة بين الأفراد والمؤسسات الهوية والتعايش الوطني والاستفاف الوطني واللحمة الواحدة الآن نراها في هذا المؤتمر تنوع الأفكار تنوع الديانات اختلاف الأفهام اختلاف الثقافات كله كان الآن موجود وكان يدلي بدلوه لكن هناك وطن واحد وبوتقة واحدة تجمعنا وهي الوطن المصري والهوية المصرية هي مصر في الفترة اللي جاية في السعي نحو مستقبل أفضل أن احنا لازم كلنا نشارك قد نكون مختلفين في بعض الثقافات في بعض العادات والتقاليد لكن أكيد كلنا بنحب مصر لو سألنا أي حد أنت بتحب مصر أكيد لو طلب من أي حد موجود النهاردة أن هو يشارك بأي حاجة أو يضحي بأي حاجة حتى لو حاجة شخصية من أجل مصر أكيد ما فيش حد هيتأخر نشعر بمسئولية شديدة اتجاه الوطن المصري البلد الآمن المحب للغرباء ودائما أفتح الأبواب مشرعة لكل ناس تجي فأنا اليوم كسوري شعوري أن أشارك في هذا المنتدى واللقاء المثمر والهام على كافة الأسعيدة أشعر بمسئولية أولا كمواطن سوري وكمواطن مصري أن المشاركة الحقيقية هي التعاون والتعاضد والتكاتف بين كل أطياف المجتمع منتدى حوار الثقافات تم إنشاؤه في عام 1992 كجزء من الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية بهدف التركيز على قضايا ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الثقافية كبناء التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي وغيرها من المفاهيم التي تستهدف فئة متعددة من المجتمع جرمين إبراهيم التلفزيون المصري